موسيقى مساء الخير مشاهدينا وحلقة جديدة من مؤشر نيل هنتابع مع حضركوا التطورات في المقصورة النهاردة الحقيقة كان في ارتفاع النهاردة الحمد لله ودخلنا في المنطقة الخضرة زي ما بنقول بعد 16 جلسة من الهبوط أو الخسائر المتوالية كان في تصريحات للمركزي المصري أو لرئيس المركزي المصري السيد طارق عامر وكان بيتكلم الحقيقة عن المصانع المتعثرة وإلغاءهم أو حسفوهم من القوائم السلبية من البنك وده طبعا إدى دعم لهذه المصانع ونهاردة كانت بتقود قطاع المصانع أو قطاع الصناعة كان النهاردة بيقود الأسهم أو بيقود الأسهم وما كاسبها النهاردة في البورصة أو القطاعات اللي هي مكاسب في البورصة النهاردة وكمان كان بيتكلم طبعا عن الفوائد المتركمة ليهم وإزاي هيداروا يجدولوها وديونهم والقضايا على المصانع المتعثرة هنتكلم عن ده النهاردة وعن الصعودنا مرة تانية وعودة السيولة مرة تانية النهاردة للبورصة بعد انتهاء الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية وطبعا هي زي ما تكلمنا قبل كده كانت سحبت جزء كبير من السيولة من الأسواق نتيجة اكتتاب أو سحب السيولة دي من خلال المؤسسات الأجنبية والعربية أو المستثمرين الأجانب والعرب والنهاردة الحمد لله بدأت بترجع تاني وتتعافى وهنتابع ده مع حضراتكم النهاردة طيب كان فيه مكاسب النهاردة زي ما قلنا أو قفزة للمؤشرات النهاردة ومكاسب للمؤشر الرئيسي المؤشر الثلاثين بالنسبة لأصلت لـ 1.23% وأنها التعاملات عند مستوى 13.635.5 نقطة وارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة المؤشر السبعين بالنسبة لأصلت لـ 1.54% وأنها التعامل عند 529.93 نقطة موجة الافتفاعات والتعافي القوية امتدت لمؤشر EGX100 الأوسع نتاقا واستعاد 1.43% من قيمته واغلق عند مستوى 1386.71 نوتر الارتفاعات امتدت كمان لمؤشر EGX300 الجديد محدد الأوزان النسبية من نسبة 1.53% وانهى التعاملات عند مستوى 16192.91 نوتر خلينا نتحول لقائمات القطاعات النشطة في السوق اليوم وكان قطاع البنوك والعنشط وتصدر القائمة بنسبة 26.5% وتلاق قطاع العقارات بنسبة 12.28% ثالثا كان قطاع الخدمات المالية بنسبة 11.53% ثم رابعا قطاع كيميويات بنسبة 9.4% هنتابع مع حضراتكم فئات المتعاملين داخل السوق وكان اتجاه المستثمرين المصريين اليوم نحو البيع واستحوذوا على نسبة 36.4% من إجمالي التعاملات تجاه المستثمرين العرب كان اليوم نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 9.43% من تعاملات السوق لكن المستثمرين الأجانب كانت تجاههم على العكس نحو الشراء استحوذوا على نسبة 54.53% من إجمالي التعاملات ما زلنا مع فئات المتعاملين داخل السوق وهنتكلم عن الأفراد والمؤسسات المستثمرين الأفراد النهاردة كان ملهم نحو الشراء وحصلوا على نسبة 17.3% من إجمالي التعاملات بينما تجاه المؤسسات نحو البيع واستحوذت على 82.96% هنتكلم عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً النهاردة في السوق وكان تصدرها سهم الإسكندرية لأسمان بورتلاند بنسبة 9.93% من مية ثم سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 9.72% ثم سهم أسمان بورتلاند طرق المصرية بـ 8.97% ورابعاً كان سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بـ 7.8% على العكس هنتابع الأسهم الأكثر انخفاضاً وتصدرها سهم مطاحن وسط وغرب الدلتة بنسبة 9.7% من مية بالمية وتلا سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 9.1% من مية بالمية وحل ثالثاً سهم سبق الدولية للأدوية والصناعات الكيميائية بنسبة 4.56% وجاء رابعاً سهم أسمان تسيناء بنسبة 2.99% هذا وقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها مليار جنيه ليصل إلى 9.7 مليار جنيه بعد 3.696 مليار جنيه بعد تدولات ناشطة طبعاً نسبياً مقارنة بمعاملتها أو تدولتها في الجلسات اللي فاتت لتصل إلى 1.8 مليار جنيه خلينا نروح لتقرير من المقصورة هتعرف أنه تفاصيل أكتر وتحركات الأسهم النهاردة والمستثمرين واعدنا نرجع بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا نهضر أستاذ وليد هلال خبير أسوأ المال أستاذ وليد بنرحب أحرك معنا أهلاً بحضرتك وبأسداء المشاهدين هنعرف تفاصيل يعني التعافي النهاردة وموجة التعافي ويارب تكون موجة من التعافي بعد موجة الخسائر النهاردة إن شاء الله لكن بعد التالي اسمح لنا نتابع قادت أسهم قطاع الصناعة مؤشرات البورصة للتعافي لدى إغلاق تعاملات اليوم بعد سلسلة هبوط متواصلة على مدار الأسبوعين الماضيين وسط عمليات شراء واسعة من المستثمرين على أسهم القطاع الذي يترقب أنباء إيجابية قبل نهاية هذا الأسبوع وذلك على خلفية تصريحات محافظ البنك المركزي المصرية بشأن الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم الصناعة تداولات نشطة نسبياً مقارنة بمعدلاتها في الجلسات الماضية لتصل إلى واحد وثمانية من عشر مليار جنيها وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مكاسب قدرها سبعة وتسعة من عشر مليار جنيها ليصل إلى ستمائة وستة وتسعين فاصل ثلاثة مليار جنيها بعد أن تضمن التعاملات سوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو واحد واربعة من عشر مليار جنيها وقفز مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إك سيرتي بنسبة واحد وثلاثة وعشر من مئة في المئة فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إك سيفنتي بنسبة واحد واربعة وخمسين من مئة في المئة وامتدت موجة التعافي القوية إلى مؤشر إي جي إك س هندريد الأوسع نطاقا الذي استعاد واحدا وثلاثة واربعين من مئة في المئة من قيمته بعد ما تابعنا مع حضرتك التاريخ خلينا نبدأ بالتحليل والتعقيب مع ضفنا الكريم لما شرفنا النهاردة الأستاذ وليد هلال خبير أسوأ المال المرة تاني برحب حركة أستاذ وليد أهلا بيك ويعني كان فيه موجة سلبية كده سيطرت لحد ما على المستثمرين في الفترة اللي فاتت بعد موجة المتتالية للخسائر 16 جلسة تقريبا نتكلم عنها النهاردة وبعد تصريحات المركزي وقيادة قطاع الصناعة للأسهم النهاردة المرتفعة وبعد كمان بنتكلم لعودة السيولة مرة تانية بعد انتهاء الترح في شركة أرامكو السعودية ممكن حركة تكلمنا على الأسباب دي ولو فيه أسباب أخرى للتعافي طيب وأولا أنا مبسوط أن أنا جاي النهاردة في أول جلسة التعافي الحمد لله الحمد لله أن السوق النهاردة فعلا شهد جلسة إيجابية جدا يعني إحنا كنا شايفين بوادرها من المبارح هو التعافي بصراحة ما كانش النهاردة بس لأ كان من نص جلسة المبارح ويمكن أنا على الأكاونت بتاعي كنت قايل أن السوق من المبارح نهاية الهبوط يعني كان فيه مؤشرات الحمد لله كان فيه مؤشرات فنية يعني as a technical analysis إحنا كنا ماشيين في موجة تصحيحية بنسميها triangle أو ascending triangle مثلس الصاعد وصاعد هو على فكرة عشان الناس تبقى برضو فهمها يعني رغم الخسائر رغم الهبوط ولكن لازال المسلس اللي كنا ماشيين فيه أو الموجة اللي كنا ماشيين فيها لازالت صاعدة بدليل أن احنا بنعمل قيعان أعلى كل مرة قاع أعلى يعني عملنا قاع مرة عند 12 ألف قاع اللي بعدها عند 13 ألف 170 قاع الثالث مبارح عند 13 ألف وربعمائة تقريبا فلازال احنا اتجاه صاعد أي نعم كتنوجة عرضية غلثة وطويلة جدا وكان لها أسبابها ولكن as a technical احنا مفروض أن احنا من مبارح بنلمس الضلع السفلي لهذا المسلس وبنعمل شامعة اسمها همر ريفلسل يعني صين إيجابية برضو فنيا عشان نبدأ بقى أن احنا نطلع ونعمل موجة صعود جديدة ده على المستوى التحليل الفني خليني أقول أن النهاردة زي ما حكتفضلتي الخبر برضو بتاع السيد طرق عامر أو اجتماع المركزي مع الحكومة لوضع يعني بعض التسهيلات وإزالة العقبات على قطاع الصناعة وشركات المتعصرة كان له أيضا مفعول إيجابي على السوق لأن طبعا يعني الصناعة خليني أقول لحضرتك أنها كانت مهملة إلى حد قريب أو إلى حد النهاردة يمكن لا إحنا كنا طبعا بنعمل مشاريع قوية جدا دائما بنفعل مع المصانع المتعفرة قبل ما نبني مصانع جديدة أن احنا نساعد المصانع المتعفرة بالضبط إحنا شغالين كويس جدا على الأرض الواقع ولكن المشاريع كانت موجهة أكتر للإنشاءات للطرق والبنية التحتية للطاقة للإسكان ولكن ما كناش مهتمين يمكن فعلا بالتصنيع وعشان كده عندنا مصانع كتير متعصرة وطبعا بالذات مع ارتفاع أسعار الطاقة والدولار أو العملة الصعبة اللي بيستوردوا بها الخامات فبالتالي كان لازم يبقى فيه بعض التسهيلات من قبل الوزارة طبعا بالمشاركة مع البنك المركزي اللي قرر أنه يمنح 30 مليار جنيه رقم طبعا ممتاز لهذا القطاع للشركات كي يعاد هيكلة الشركات اللي هي ربما تكون عندها مشاكل تقنية إعادة هيكلة للمصانع للورش وفي نفس الوقت اللي عندهم أزمات مالية أو تعثرات هم قالوا أن 5,000 وكسر شركة أكثر من 5,000 شركة حيتم التنازل عن هذه المديونيات فطبعا لا دي مسقات الفوائد المتراكمة دي برضو مشكلة كبيرة طبعا ودي حتحرك بقى المياه الرقدة في هذا القطاع عشان كده فعلا النهاردة شهدنا على شاشات البورصة تحرك لكل ما هو صناعي يعني قطاع الصناعات المعدنية الصناعات الأقطان كل الصناعات الأسمنت كل الصناعات النهاردة الحديد كنا يعني شايفين فعلا تحرك وبوزتيف كده يعني فيجن لهذا القرار اللي يعني مع جمع الإشارة الإيجابية اللي بداها التحليل الفني تمام احنا دايما كنا يعني بالنادي بدا وإن لازم الدولة بتدعم أهم قطاعاتها هو قطاع الصناعة يعني اللي بيبقى فيه أكبر كم من العمالة توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة هو اللي بيقود فعلا التنمية بالضبط وبيمنحنا بقى فرصة التصدير وجلب عملة صعبة ودوه فوقت كتير جدا بالضبط يعني الحمد لله أنه يعني تم منحه قبلة الحياة مرة تانية وأنه يعني والنهاردة كمان أثاره بانت على البورس طيب لو اتكلمنا عن يعني المؤشر الثلاثيني كده تحديدا النهاردة نقاط الدعم والمقاومة المنتظرة منه كده في الفترة اللي جاية نوجة نظر حضرتك هل ممكن نتخطى تاني 14-15 إحنا سقطنا سقطة مدوية يعني 16 جلسة دي ما حصلتش أنا ما حضرتهاش لا فعلا كانت وده يمكن كان له أسباب وخلينا نقول أو نلتمث له بعض الأسباب وبعض السلبيات ألا وهي أو أهمها الاكتتابات أنه احنا كنا بنمر فترة اكتابات داخليا وخارجيا عندنا كتاب أرامكو في السعودية طبعا يعني حاجة عملاقة جدا وسحب يعني عزرا لأي حد بيقول أنه مش هيأثر علينا أن السوق السعودية أكبر من السوق المصري آه طبعا نعارف وما احترامي السوق السعودية أكبر بكتير من السوق المصري ولكن أكيد اتسحب من عندنا بعض الاستثمارات على قال للعرب احنا شايفين العرب بيقعوا بقالهم فترة لا سحبوا فعلا سيولة وراحوا على اكتتاب عندهم يعني في من ضمن ثقافات العرب ثقافة الاكتتابات هم بيحبوا أو يخشوا الاكتتاب الأولي يضربوا عليه وهطمني يعني وبعد كده يرجعوا تاني فعشان كده برضو احنا كنا بنقول ان السوق خلاص جايب آخر مبارح ليه لأن الاكتتابات دي خلاص اتسواء أرامكو أو الشركة اللي عندنا شركة الأدوية اعتقد أن هي برضو اتغطت يعني بالنسبة كبيرة جدا النهاردة أنا سامح 38 ضعف شركة أرامي ده 38 مرة اتغطت يعني إذن في سيولة كتير جندة اتسحبت برضو من الماركت وده يدينا برضو ملحوظة مهمة قوي ان احنا هو جماعة الاكتتابات عندنا بتنجح يعني احنا لما بنعوز نجيب فلوس المصريين ما بيعوزوا يضخوا فلوس بيدخوها وزي ما حصل قبل كده من سنين مع شهادات قناة السويس وزي ما حصل مع شهادات البنك الأهلي بتاعة 20% فإذن السوق لا يعاني من شوح السيولة السوق في سيولة ومن هنا بنقول لسيد الوزير وزير قطاع العمال ووزير المالية والوزارة عموما ان التروحات الحكومية اللي بتأجلوها بقاها كنت لسه هو دل هسأل حضرتك علي بالزبط التروحات اللي احنا بنحكي عنها وبنتكلم عنها من سنتين أو أكتر جميل تروحات الجديدة المتوقعة لشركات الكوات المسلحة إلى أي مدى ممكن يستوعبها السوق وهو فعلا متعطش لها ومحتاج لها جدا وهيستوعبها طرح قرامكو يعني في سوق مماثل طرح قرامكو وطرح داخلي عندنا قرامي ده بتاعت الأدوية يعني النهاردة احنا تعلمنا وتأكدنا ان ممكن التروحات تنجح عايز اقول لها حديك لو رجعنا برضو فيتباك كده سنة الطرح اللي كان بتاع فوري وتغطى عشرات المرات يعني ورغم انه بقى ايه كمان يعني برضو عشان الناس تبقى فهمة الطرح بتاع بلاش نتكلم عن الشركة المصرية خلال نتكلم على الشركة السعودية مضاعف ربحية الشركة دي او السهم ده تلاتين مرة يعني يعني 32 ريال السهمة مش كده تم تطرحه ب32 ريال الحقيقة مش عارف سعر ولكن انا بهتهم اكتر بالربحية ومضاعف ربحية انا ما يكون سهم مضاعف ربحية وثلاتين واحنا السوق المصري متوسط ربحيات الاسهم عندنا تمانية ده المتوسط يعني انا عندي من اول اتنين مضاعف ربحية اتنين يعني الشركة بتكسب 50% في السنة هايك متخيلة اتنين وثلاتة واربعة عندنا الشركات طبعا اقوى جدا ماليا ومع ذلك احنا خايفين نطرح يعني الحكومة خايفة تطرح وخايفة من قلة السيولة او بتقول الوقت مش مناسب اهو يا حكومة عشان ما فيش سيولة في السوق يعني بيوم هما الحكومة على فكرة ممكن تبقى هي ميكر السوق يعني برضو كويسة حيك اصارت النقطة دي لا الحكومة بما لديها من بزرط بما لديها من بنوك حكومية اهلية وبما لديها من سندي استثمار لا هي ممكن هي هي اللي تنجح هذه الطرحات وممكن هي تلعب دور صانع السوق وممكن هي اللي تحرك السوق يعني الحكومة اكبر ميكر ماركت هي الحكومة حاليا هي الصانع وهي الزارع وهي الباني فاعتقد وده شيء احنا ماشيين في اتجاه ماشيين في لماذا لا تقوم الحكومة بهذا الدور في البورصة لماذا لا تلعب دور صانع السوق وهي اللي تنجح هذه الطرحات عندهم فلوس عندهم بنوك احنا عندنا اربعة تريليون جنيه فاعت في البنوك اربعة تريليون كاش محطوط كده مش يعني بعد ما سلفوا الناس وبعد ما طلعوا قروض بيبقى فيه اربعة تريليون جنيه طبعا فاعت كبير جدا ولكن الاربعة تريليون ده دي فلوس البنوك فطبعا لا احنا عندنا كاش ونقدر احنا ننجح تروحاتنا بنفسنا طيب يعني ده ده منهج ده بنشد بها الحكومة انه هم يسرعوا شوية في موضوع الطرح ده لانه فعلا السوق قد كده ما يحتاج له وانه فعلا وفعلا انه هيستوعبه وهايستوعبه استيعاب كبير جدا ولا فيه سيولة تستوعبه وفيه مستثمرين بيستنوا ولكن خلينا نأكد برضو ان احنا محتاجين بضاعة جديدة زي ما قلنا عند حضراتكم هنا قبل كده احنا مش عايزين تطرح لشركات موجودة احنا عايزين حاجة جديدة حاجة زي بنك القاهرة حضرتك عامل ده فيه خبر مبارح بنك القاهرة عامل تلاتة مليار جنيه ارباح في تسعة شهور مش في سنة في تسعة شهور تلاتة مليار وهم عايزين يترحوا بنك القاهرة من ضمن خطة الحكومة لما تطرح تلوقتي مع الخبر ده يعني اعمل دعاية واشتغل وعندك الكاش وبيجي لك الكاش جالك في المصريات اتصالات من عشر سنين كده يبقى فيه شرع على الخبر مش بيه على الخبر بالزبط بوسي حديك انا اشتري على الخبر لو السلعة اللي انا باشتريها اقال من قيمتها العادلة لو تسوى قبل كده لما طرحنا الحكومة لما طرح اتقام وكوسيدي كرير نجحوا جدا مصريات صلاة الناس كانت بتجيع كل حاجة وبتخش للكتاب لا الحكومة عندها القدر انها تطرح شركات حكومة باسعار مغرية جاذبة وفي نفس الوقت هي كمان تدعم هذا الطرح تمام فدي فرصة انا شايفها ايجابية جدا ومش شايف اي معنى اللي بتأخير اكتر من كده طيب خلينا نتكلم عن نهاردة نستقبل او حادث استقبال البورسة لتخفيض اسعار الفايدة وبعد اسعار السلع ده كان برضو كان لي كان من العامل الاجابية النهاردة الفايدة البنكية اه يعني لسه لسه كان بيستوعبوا احنا حصل عندنا تخفيض للفايدة اربع مرات اربع مرات واربعات تمام يعني اعتقد ان دول كانوا كافيين جدا لان ينعيشوا السوق ان يبدأ السوق يتحرك يبقى بوستف عن الحالة اللي هو فيه يمكن ما حصلش تجاوب اوي عشان يمكن برضو كان فيه زي ما احنا اتفقنا ان كان فيه حاجات عوامل خارجية وفيه عدم اهتمام وفيه ضرائب على البورسة بتفق الكاهل المتعاملين دي من المشكلات اللي بتواجه البورسة ده دي اهم مشكلة اهم مشكلة مشكلة بالضرائب المستثمرين بيخسروا بقالهم فترة وبيدفعوا برضو بيخسروا بيدفعوا ضرائب وزير المالية اعتقد كان طلب يقعد مع ادارة البورسة امباريح كان فيه خبر ان هما عايزين بقى يقعدوا يفتحوا ملف الدرائب من تاني ياريت بقى ادارة البورسة تطلع على البيانات بتاعت المستثمرين كده الناس دي السوق كان فين ونزل غاد فين والقاسهم دي منين لفين والخسار عاملة ازاي يعني انا عايز شوف واحد كده يعني الفترة فاتت دي كذبانه بيدفع ضرائب احنا بندفع ضرائب على خسار تمام فدي حاجة مهمة جدا ومش ضرائب بس خليني اقول تيسيرات عايزين تيسيرات للتعامل البورسة يعني منصة تمويل مهمة جدا احنا مش هنقترد تاني من بنوك احنا اقتراضنا بما فيه كفاية الدولة دلوقتي مخططها ان هي تترح في البورسة وده اهم وافضل من الاقتراض ده اقتراض مجاني على الشركات الجديدة ساهل للاي اجراءات واي معوقات والايقافات اللي بتحصل والحادات المهازلة اللي بنشوفها سهم المشروعات اللي وقف اللي نزلوا تقييم غير طبيعي فطبعا برضو ادى لخسائر فادحة كل دي المفروض لازم طبعا يكون فيه ازالة لكل هذه المعوقات نتمنى ان شاء الله طيب بعد طول انتظار واخيرا ازاي استقبلت البورسة قرار منح خمسين شركة تقريبا لرخصة الشورت سيلنج والشورت سيلنج تعريف لها سريع برضو المواطنين مرة تانية بوسي حالي الشورت سيلنج برضو كانوا بيتكلموا فيه بقالهم سنين بزبط وفكروا بقى يعملوا امتى بعد ما السوق نزل تحت خالص يعني حاجة مش عايز اقول احنا طبعا حاجة مهمة جدا ان انا يبقى عندي آلية دي آلية عايز تستفيد منها استفيد مش عايز بلاش ايه هو الابشن سريعا ان انت تبيع الاول بعد كده تشتري عكس تي بلاس زيرو طيب انا باقترد الاسهم مش هانا لا باقترد هو السيستم بيزبط لي ان انا اقترد اسهم وباعها وبعد كده اشتريها يبقى معنى كده ان الالية دي بتفترض ان السوق نازل وان الاسهم نازلة طب انا اجي اطبق الالية دي في وقت اصلا الاسهم نازلة في 70 و 80% عايزة راهن على نزول اكتر من كده طبعا هي الالية ممتازة ولكن التايمينج بتاع تنفيذها للأسف غلط تايم بتاع الاكتيفاشن بتاع او يعني قرار دخول حيز التنفيذ انا عايزة راهن على نزول بس هم كانوا محددين اساسا ديسمبر انها تدخل حيز التنفيذ يمكن كان المفروض يتم التأجيل بعد الجلسات الخسارة المتولئة وحداتك هي برضو قالوا ديسمبر مع اننا شايفين السوق نازل تمام فاوكي هي هي بيزة واوبشن وحيبقى جازب للاستثمارات وادى طبعا اي حد ان هو ممكن يشتغل بها ولكن هو التوقيت بس في حاجة في الادارة عايزة تتظبط طب بعد ارتفاع النهاردة توقعات حضرتك اللي جلسة نهاية الاسبوع بكرا ان شاء الله وجلسات الاسبوع لا السوق ان شاء الله طالع منكمل الطلوع بإذن الله وعايز اقول برضو للناس يعني الطلوع مش هيبقى وان وي مش هيبقى عمودي اكيد هيبقى فيه ويفز اكيد هيبقى فيه هناخد الموضوع اللي عايز يعني موجات وتزبزوبات ممكن نعمل متاجرات في السكة عندنا 13750 ممكن نخفف شوية نرجع ناخد تاني في تريحة لان التعافي مش هيكون في يوم وليلة تمام الستاذ وليد هلال خبير اسواء المال بنشكر حضرتك جدا وكل الشكر لكم وايضا مشاهدين على طيب المتابعة القدع من معنا النيل الاقرب اليك تحية اشتركوا في القناة